إصلاح تقييم مكتسبات التلاميذ في القراءة في نهاية السداسي الثاني البحر هادئ والسماء صافية والشط يعج بالناس ها هو يقذان يلعب بالرمال تحت المظلة الخضراء وأمه تمددت بجانبه تتأمل الأمواج رأى يقذان قرة على حافة البحر فأخذ يمشي وراءها على الشاطئ كانت تارة يدفعها برجله وطورا يجري وراءها إلى أن ابتعد عن أمه بحث يقذان عن المظلة الخضراء فلم يجدها فتوقف مضطربا وهو يقول يا إلهي لقد طهت أين أنا فجأة سمع صوتا يناديه فإذا هي أمه فارتمى في أحضانها باكيا الأسئلة أولا وقعت أحداث هذا النص في فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف ألون الإجابة الصحيحة الإجابة فصل الصيف ثانيا أكتب القرينة من النص الإجابة القرينة الدالة على ذلك من النص هي البحر هادئ والسماء صافية والشط يعج بالناس ثالثا إلى أين توجه يقذان وأمه وما هي القرينة الدالة على ذلك الإجابة توجه يقذان وأمه إلى البحر وما يدل على ذلك قول الكاتب في النص ها هو يقذان يلعب بالرمال تحت المظلة الخضراء وأمه تمددت بجانبه تتأمل الأمواج رابعا أضع الإجابة الصحيحة في إطار ابتعد يقذان عن أمه لأنه كان يلاحق عصفورا يرقد وراء كرة يبحث عن أصداف الإجابة يرقد وراء كرة خامسا هل توافقه على ذلك؟ لماذا؟ الإجابة ما فعله يقذان عمل غير صائب لأنه لا يجب عليه الابتعاد عن أمه وسط الاقتضاد حتى لا يضيع عنها سادسا أعود المفردات المسترة بأخرى لها نفس المعنى تمددت الأم بجانب يقذان تتأمل الأمواج الأم بجانب يقذان الأمواج توقف يقذان توقف يقذان توقف يقذان توقف يقذان الإجابة استلقت الأم بجانب يقذان توقف يقذان الإجابة ارتمى يقذان في أحضان أمه باكيا قائلا لها لقد تملكني الخوف يا أمي حسبتك تهتي عني ولن أجدك سامحيني لن أعيد الكرة مرة أخرى ثم قبلها وغمرها في حضنه شكرا لكم أشكرا لكم توقف اشكرا لكم شكرا لكم أشكرا لكم شكرا